الميليشيات الحوثي تخشى أن تتوقف دخول السفن بعد انتهاء الهدنة بخصوص بأن الميليشيات لم تلتزم بكل بنود الهدنة لم يسلموا رواتب الموظفين لم يقوموا بفتح الطريقات إذن خروقاتهم ما زالت مستمرة الحربية مستمرة بشكل يومي تحشيدهم للجبهات ما زال مستمرة إضافة لكل ذلك أيضا المراكز الصيفية التي قام سيئهم أو كبيرهم والذي علمهم السوء عبد الملك الحوثي بالإعلان بالأول البارحة ببداية التحشيد والاهتمام بالتحشيد في المراكز الصيفية كل هذه البنود تؤكد بأن الميليشيات الحوثي ترفض تماما الانصياع للهدنة مما يعني بأن الهدنة لن تستمر أكثر من شهرين وستتوقف فتقوم الآن الجماعة الحوثية هناك أنا أعرف الكثير من الملاكة المحطات لا زال تتواصل مع الكثير منهم الموجودين في مناطق سيطرة الحوثي يتحدث معي بأنهم جاءت لهم أو وصلتهم توجيهات بالأمس أو خلال اليومين الماضية بأن يقوموا بإغلاق محطاتهم رغم أن الخزانات في هذه المحطات ما زالت ممتلئة خزانات النفط أيضا الموجودة في الحديدة ممتلئة جدا خزانات منشأة الصباحة أيضا ممتلئة جميع الخزانات الموجودة في الكثير من الأحواش التي أوجدتها الميليشيات خلال الفترة السابقة ممتلئة بالكامل لديها كمية كثيرة الكمية التي وصلتها حتى الآن العشر السفن أو الحداشر السفن التي وصلت تتجاوز الكمية 350 ألف طن متر من البنزين أيضا تتجاوز حوالي 100 ألف طن من المادة الديزل هذه الكميات تكفي لمدة أكثر من 3 أشهر